أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى ثاني عدد من حصة هجوم معاكس لهذا الموسم الكوروي الجديد ضيفنا لهذا العدد هو الرئيس السابق لفريق شباب قسنطينة وكذا رئيس نقابة اللاعبين جزائريين والأفريقى بأوروبا إلى جانب منصبه مؤخرا كعضو في الاتحاد الدولي جمعية هي جمعية جمعية الاتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي هو سيد مراد مازار ضيفنا لهذا العدد الحديث عن العديد من النقاط التي ما زالت مبهمة خلال مشواره الرياضي أسباب إبعاده أو ابتعاده عن الساحة الكوروية الوطنية خاصة نتحدث كذلك عن مشواره السابق في فريق شباب قسنطينة ومشوار الفريق هذا العام إلى جانب مشروع التحالف الذي ينوي أو قاده مؤخرا للتحالف مع الأفريق الإطاحة برئيس الكاف سيد عيسى حياته من على رأس الاتحاد الإفريقي لكورة القادم أسباب علاقته المتدهورة مع رئيس الفاف سيد محمد رورا والعديد من النقاط التي ستكون محور النقاش مع ضيفي لهذا العدد سيد مازار مرحبا بك شكرا سياسين وشكرا على الاستدافة وتحية خالصة إلى كل مشاهدي قناة النهار شكرا سيد مراد مازار خلينا نبدأ في البداية مع أنت صنعت الحدث في الأشهر القليلة الماضية بإعلانك التحالف مع أسماء إفريقية مجهولة إلى حد الآن للإطاحة برئيس الكاف عيسى حياته إلى حد الآن ما شفنا ولو عيسى حياته ما زاله هو رئيس الكاف الله يعني بكل مرات تفاجأني بأسئلة يعني ما فيش مشكلة أنا مسعد باش نرد عليك منذ أشهر وأكثر من ذلك يعني منذ حوالي سنة ونصف اللي انطلقنا احنا في حملة يعني توعية وتحسيسية على المساوى القرى الإفريقية لمساعدة الكرة الإفريقية لخروجها من الأزمة التي تعيش فيها ويعني الديكتاتورية اللي رأي عيشتها من طرف رئيس الكاف عيسى حياته والجماعة توعية فكرتني في توعية ضد الأمراض المزمينة سيمازال هل رئيس الكاف توطح به بتوعية تتعرف أنه سبع وشيس له أمريح في الكرسي بالتوعية اللي يحطح به هذا هو المشروع تيائك لا مش مشروع تيائي هذا هذا مشروع إفريقي تقف التوعية لا هذا مشروع إفريقي مشروع عدة شخصيات منها رياضية منها سياسية منها رجال أعمال كما صرحت به في عدة مناسبات في عدة ندوات ولقاءات في التلفزة أنا من قبل أشهر الكل يعرف وكل شاهد وسمعت صريحة تاعي لما أعلنت الترشح تاعي لرئاسة الكاف 2017 هناك الناس اللي يعرفوا مراد مزار ولمستوى تعمل مراد مزار وخاصة يعني بما يتمتع به من قوة داخل الكواليس في إفريقيا والهيئات الدولية يعني هذه المبادرة تاعي هذه عجبتهم كثير ولكن فيه بعض من الأشخاص في بعض من الجهات اللي تفاجأ بهذا القرار موعد مزار ما تشعر بلاك تبيع الوهم للشعب لا ما نبيعش الوهم يا سياسي بقل لك على شعب الوهم ما نبيعش لا 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 تدخل أنه ركطاوي في إفريقي هل تتواجد انت في إتحاد الإفريقي؟ لا 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 يا سياسيين يا سياسيين لما تطرع لي يا سؤال باش المشاهد يفهم ونعطيه توضيحات يعني موضوعية لازم تخليني نجاوب ما تحاولش تلغبني تكتب لي على قاوي في إفريقيا يا سياسيين هل يس باكش نتواجد في إفريقيا؟ كنت قاوي في إفريقيا؟ الهجوم المعاكسي كما أنا يعني على بارك أنك كنت لنعب الكورة بكلي كنت سوبر ديفونسور كنت مدافع قوي ولكن الهجومات المعاكسة تاعك ما تقدرش يعني تتخطى خط الضيفة عن تاي دعني أكمل لك سأجاوبك على سؤال تاك أنا ما نبيعش الوهم أنا صرحت في عدة مرات وقلت يعني ترشح تاعي لرئاسة الكاف ولا ربما رايح يعني يفار بوجي دي جون يفار بوجي لسنسبيليتات تاع الناس اللي مهتمة بالكورة الإفريقية واللي راي تعاني تعاني من الإمبراطورية من دكتاروتورية تاع الناس اللي راي تسير فيها وتعاني في المستوى تحرك تشوف المستوى تاع الكورة الإفريقية والبطولات في إفريقيا يعني هبطت نقص خلاص اليوم احنا لما صرحت وقلت في بعض من زملاء تاعك طرحوا لي سؤال وقالوا لي كيفاش راح ينطيحوا بالكاف ولا رئيس الكاف ولا الخطة تاعكم هذه ولا الوبجيكتيف تاعكم الهدف تاعكم هذا كيف راح ينطيحوا له تو قلت قبل بالتوعية بالتوعية ولكن هذه التوعية وراءها رجال تاع الصحة لمساوى إفريقيا احنا هنا في الجزائر بكل صراحة وش نعرف نعرف عيسى حياته ونعرف رجيميلة ونعرف عبي دي بولي ونعرف دياكيت ونعرف هذول في الصحيات تسمح لي واضح مازال ولكن هناك شخصياتي أقوى أقوى منك تتواجد في الاتحاد الإفريقي ما كانش أقوى مني كيف ما كانش أقوى مني والله ما كان أقوى مني نتكلموا مثلا على رئيس الفاف محمد رواوا وما قدرش العيسى حياته ما شي ما قدرش العيسى حياته محمد رواوا لا لا يقدر له يعني يكون يعاود يعاود الحسابات تاعه ويشوف يعاود يعني ينظم أموره ويعاود يشوف يعاود إعادة النظر في المحيطة تاعه بسك الناس الكفاءات اللي قادرات عاونه وقدرات جيب له وان بلوس تعالصح وقدرات حقق له يعني تسعده باش يحقق الهدف تاعه أروا مهمشا ولهذا أنا نقول لك أنا أهضرتها في عدة مرات قبل ما جاء رئيس الاتحادية الجزائرية كورت القدم للكاف عيسى حياته ما كانش حاجة يعني كان يسيطر ولكن ما شي بهذا القوة رئيس الاتحادية الجزائرية كورت القدم منقولها ونعاودها وانا مسؤول على كرامي هو ليسمح عيسى حياته بها يصبح إمبراطورة الصح لأن كل ودار عليه وش حبني يقول لك أنا كنا نبهنا أهضرنا دار عليه ولا ما دارش فعليه بسير دار عليه نس كل شافتها ولكن اليوم أنا كن جي في مكان رئيس الاتحادية الجزائرية شوفوا أنك خفت بش تقولها دار عليه أنا نخاف راك مريد سياسين لا أنت ما شي غير دار عليه كل قكبة يمسحوا يمسحوا ولكن أنا نقولها من هذا المنبر رئيس الاتحادية الجزائري كورت القدم عنده إمكانيات ماشي غير باشي يزيح عيسى حياته ولكن يعطيه ضربة القضية الصح ولكن ماشي بالموحيد الحالي أنا نقولها ومسؤولة لأكلمي الجزائر عندها كفاءات لقدر تكون وراء رئيس الاتحادية الجزائري كورت القدم وراء يحقق مواجهزات كما حقق المواجهزات مع الفريق الوطني والكل يعرف شوفوا عنو الوراوة ولا صاحبك موعد ماظر الجميع يعرف الخلاف بينك وبين محمد الوراوة والله يا سياسين قسما بالله ما هو شعدوية ما نشعدوه يعني رح نفاجأ بوحد يعني تصريح يعني أنا لما خالط هاد رئيس الاتحادية سيد محمد الوراوة اكتشفت بأنه عنده يعني والله العديم يعني إنسان يعرف كيفية ما شامعه يعرف كيفية عمل معه عنده يعني ينقوطي هكا إنسان جنغ إنسان حنين إنسان يقدر يعاون يقدر المشكل مع رئيس الاتحادية نقولها اليوم وعلمه باش نقولها ونتحمل مسؤوليتي المشكل هو أنه يسمع كثير على بالك شوف نحن ندخلك في واحد يعني ل la confidencial عندي شحال ما تكلم معه هناك أصدقاء دي زمي كومان تاعي وتاع سي سي محمد رو يعني حاولوا باش يعني صلح والأم ومبيناتنا وكل قلت أنا ما فيش مشكل تكلمنا أنا ويا في رمضان وش قال لي وش الغيبة هذي قلت أنا سمحلي أنا جاي هناك سيدون بلاتين رئيس الاتحاد الدولي يقول تقدم بعتلي ميساج كي سمع بلاتين وانت رئيس الاتحادية هنا في الجزائر وجزائري كما نحن لا يمكن أن يكون فيه حلف يقسم لي قال لي والله ما سمعت كنت سمعت كنت نجي حتى القسم هنا ولكن قال لي مراد بهذا العبارة وبهذا الصراحة قال لي على بالك هنا وش يقول لي مراد مزار فيما يخص مراد مزار يعيط لي ديما كيت عدت تهضر في التلفازة ولا يخرج عن نار تيكلا أهلو الحاج شوف المشكلة مبيناتنا هي أطراف خايفة بزيف لكن في العديد من المرات تنتقد سياسة المتاهجة من قبل رئيس الفافر لا لا ما زلت عليها أنا هدرتها من قبل قلت لك السيد رئيس الاتحادية المشكلة تاعه أنه يضع تقاف أشخاص اللي ما همش المساواة وما يجيبوا لولو أنا نقولها أنت تكلم على البيروفيديرال ناظر على كل المساواة ماشي غير البيروفيديرال أنا نقول هلك دورك اليوم ماشي يعني دورك راني معلباليش كما قلت أنت يا لطيف ولا حنين مع رو رو أنا نقول لك باللي العلاقة الطيبة ولا الصلح ولا التقرب بين مازار ورا ورا يخيف ناس بزاف نعطيك واحد القادية بركسرات رحت الوهن عنده عشر أيام تلقيت مع واحد كان رئيس نادي ومسؤول سياسي وراجل أعمال كنا في لقاء وكان فيه ناس حاضرين يعني شو أول حاجة أنطق بها قال لي سيموراد وهذا رو رو ورا ورا هذا ما كان شلي نحيه كيفه قلتوا تعله وليه جاك على عين كالأور يتحوس نحيه يقل لي صح صحبي بزاف يعني يعرف أنك أنت ضد رو رو وليه يتكلم بهذه كالأور قال لي لازموا 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 وقلتوا شوف يا أخي أنا رايح نفاجأك بحاجة شكو هذا خلينا 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 جاوبك ساعة ياسين ما ترى وخش خلي كمل أنا جاوبت بطريقة يعني بتاع إنسان صاج عاقل وتاع يعني بركونا من المشاكل بزاف شوف كين أطراف بزاف هنا في الجزائر يقطع يحضروا ما يحضروا فيه هم يعودوا قدامهم الحاج 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 ندوخ أنا نقاب لانس صح الجزائر كاملة تعرف من المراد ما زار من 1999 من اللي جار وروا في 2000 ولا 1999 لليوم لا تعجبني شيء في رئيس الاتحادية نهضرها بصح دائما في إطار كورة القدم في إطار المرة لأنه لم نحلك كش منصب لهذا كنت نتقد ممكن الآن وعدك بكاش منصب لهذا نشوف أنك سيسو قاسة منبيلة نعطيها لكل يوم كوني عايط لي ويقول لي موراد أنا تعبت راح نجبد نخلي لك حتى لا متهمني شهدرتها في عدة مرات أنا اللي همني اللي همني يعني الصح هو صنعة الجزائر هو الكورة الجزائري اللي راي في الجزائر سيفو واليوم النتيجة راي هنا أنا صرحت في عدة مرات وهدرت ولكن اليوم الناس لازم تعرف الخلاف بيني وبين موارد ماظار كرهنا من هذه اللغة الخاشم بكل صراحة أنت كلمك فقط محمد روا روا لكن قالب 180 درجة على المواقف على المواقف بحبين يش قولك 360 راني نقولك أنا روا هل تكلمون عن القرى الجزائري كلهم يتكلمون نفس الكلام نفس الغنية غنوها لا لا هل تكلمون الجزائرية هل تكلمون اليوم أنا روا هذا ليس عدويا من عدوه أفون تون صندي زرجيري لكن سابقا كان عدوك سابقا كان عدوك لا يعني بكل صراحة والله العظيم ليس مليح كلمة عدو يعني احنا مبيناتنا يعني كجزائريين نقدر نخوض يعني خصم في ميدان ما هذا ما كان ولكن 2004 تبقى في التاريخ يا أخي 2004 لما وقفنا معاه كراجل واحد نجح في الانتخابات تعالك في تونس والمكافأة لك ما نسحق مكافأة أنا شوف دوك نعطيها لك أنا فكرت أنا كينحويش بالزهب ما نديرهم ش من راسي نتشاور مع أهلي مع أقرب مع أصدقاء مع صحفي مع سياسيين الانتخابات تعالك 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 تنفيذي 2004 جاءت فرصة باش الجزائر ريحة تدخل رسميين في المكتب التنفيذي خليت المصلحة الشخصية تاعي كان عندي خلاف معه في هذاك الوقت خليت المصلحة الشخصية تاعي وحطيت مصلحة البلد يعني قبل المصلحة تاعي وسمحت في حقي وقفت معه والحمد لله الناتجة الناس كل تشوفها ولهذا يسين كل صراحة الناس كل تعرفني بصراحتي أنا ما أخوف إلا من ربي سبحانه والناس كل تعرف باللي قلت لك وعاودها من اللي جاء رئيس الاتحاد الجزائر الكرة القادم هو بعد هضرها لي شخصيين وهضرها الناس يعني قراب لي قل مازار أمو أمو مازار يحب يحضرها يعارض يعارض بي بليكمو هو بعد على بالله كان بزاف هاد الانتهازيين اللي في الظهر يضربوه في وجوز المو اليوم نأكد هلك من سنوالهم من رو رو من سنوالهم الاتحادية ولكن اليوم تحب ولا تكره أنا أنا أعلنت ترش تعي للكاف 2017 بصح غضوة نلقى المصلحة على الجزائر رأي في ترشح رئيس الاتحادية هو يقدر يترشح أنت ترشح لذا قلت كأنك تبيع الوهم لا 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 كيف ترشح كيف ترشح تقوانين ما تسمح لك نقدر ما ترشح كيف تقدر هذه مسألتي أنا ومسألت الناس اللي رم معي اليوم احنا رأنا في تحبط رئيس الكافر كما هبطو ناس خورين مسمى كينين الناس بزاف اللي هبطو على على اتحاديات على فرق على كل ما ممكن في الدنيا البعض يا رأى موعد مغازر أنك انت عجزت عجزت عن العودة إلى الواجهة الوطنية منذ 2004 كيف تطمح للعودة للعودة إلى الواجهة القارية انت وطني بين القوسين كما قولوا بالعامية طفاوك كيف تطمح الوصول إلى كرسي رئاسة الاتحاد الافريقي اللي راو يتواجد فيه الشخص عمر 27 سنة وأفشل كل محاولات الإنقلاب اللي كانت ضده إلا محاولات مظهر موش كامل سامع بالمحاولات أقسم بالله العلي العظيم وهضرتها وحلفت في عدة مناسبات نمحيه من خريطات الكرة الإفريقية بالصح محاولات لكي نعطيك الكارت أو السلاح اللي راح نستعمله كينا حاجة برك نقدر مدهالك لما عديت في عدة حصص وتكلمنا وين ألم وليش الوجه 2008 2009 لما نادي رياضي لما نادي رياضي القسنطيني كان في مشكلة وما كان حتى واحد يعني اللي قدر باشي ياخد يعني تقل يعني هاد المسؤولية تعنادي هذا جيت خديت رئاسة الفارق قدرت شي اللي قدرت عليه لي حققت وحقت ولي ما قدرت حق ورحت ولكن أنا مهمني شاعدرت أنا منذ سنين يا ياسين منذ سنين أنا شي اللي نقدر نجيب البلاد نجيب ولكن أنا طريقة تعي الإعانتين للكورة الجزائرية نحب ديما تكون عن طريق يعني اللي تحصل عليهم في الخارج كي تقول لي أنت اليوم ما رجعت الواجهة وما نعرف واش لا يا أخي رأك غالط رأني يا أخي أنا عندي عندي أهداف عندي أهداف لرأني ماشي في طريق الإنجاز انتحا ماشي محتماليا نهار طول أنا نغيط نهار طول أنا نحكي نهار طول أنا نبيع في الأسرار انتعي الكورة الجزائرية عندها اتحادية رأي تسير فيها تمشي الأمور ما تنتقدهاش لأنه تصل لأنا ننتقدها اليوم أنا نهار معاك ما لقري ما تتصلش بي أنا قلت لك أطراف أصديقة اللي حاولوا يقربونا لبعدنا قلت أنا معليش مصلحة الكورة الجزائرية وكان يعني ضر معايا بطريقة يعني ما شاء الله بقيمني كما أنا نقيمو كلش بس أنا ممكن وعدك بكاش منصب مستقبلا تعرف شو وعدني 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 بحاجة واحدة الاحترام المتبادل وهذه يعني نهضرها لك بكل صراحة أنا قلت لك أنا كما منذ أنا الكورة الجزائرية على ما أضم الناس في كل تعرف التاريخ ما يقول لك لبارول صنفول لذكر راست من 1989 وانا نعاون في الكورة الجزائرية اليوم هذي سياسة اللعبين المحترفين سياسة أبناء الجالية الجزائرية سياسة مراد ما زار ماشي تعال براوة سياسة مراد ما زار عدوا رؤساء من بينهم المرحوم عمر كزار الله يرحم من بينهم العربي بريك من عمين حاولوا العربي بريك تنقل حتى الفرنسا وتلقى مع جمعيات حاول باش يدروا لكن روا روا كيجا والقبل لها السياسة فيها فايدة رايحة تجيب الكورة الجزائرية إلا يكسبلوطي يطومي عدوا أسماء مغتالب يا سين نحن نجيب ونجيب أنا لم أكن نجيب أنا لقد دخلت سياسة جلب الأسماء المغتالب عدوا عدوا يا سين 1990 الويدادية الجزائرية بأوروبا خلاص ما تكزيستيش عدوا ملتي بارتيزم بقات الجالية الرياضية الجزائرية في أوروبا كاملة ليفري المن مع مصطفى دحلم عدلني سعيد عبدالغاني جداوي عبدالحميد بشاري عبدالحاميد جيبك تعنب عايش فرنسا الله يرحمه وتوفى ميخال دي الله يرحمه وتوفى الحاج مقرر الله يرحمه وليد الحر لأنني كان إطار تمام فرنسا هادو بكل المجموعة هذه كي رحت لميكال وقات الجالية لفري المم ون كري الكنسي بدأت في 1993 وين قمنا بأول دورة دولية وعرضنا فيها المنتخب الوطني الجزائري كان أنا المرحم سماعين خباط عمر بطروني وشاركوا في الدورة وانطلقت هذه الوبيكتف الهدف لنحن لاعب والزوج لنحن كنا كان كان عندنا ريجونال في مرسي حاكم لسود على فرنس كان ريجونال في رونالب كل شهر أحسن اللاعبين الجزائريين في الموان 15 وموان 10 يتلاقوا في الهدف كانت عندك جمعية في ليون هذه وطنية يقال أنها كانت تضم لاعبين يهود في الجمعية أنك كانت تعرض لاعبين يهود للمشاركة في الدورة جميع لا نشاركوش ننضموش نضمنا دورة وحدة شارك فيها المنتخب الوطن الجزائري منتخب الجالية منتخب الأولمبيك ليوني ومنتخب سيليكسيون رونالب هذا ما كان ومن بعد نقول لنا نروح كل عام منتخب مقاطعة ليون تضم لاعبين يهود جميع جميع ما يكتر هذا الناس الذي يخلطون الذي لم يكن يديرون جيه لا يعرف كيف هذا ما كان سنوصل النقاش معك عندنا فاصل إعلاني مشاهدين الكرام فاصل إعلاني ثم نواصل مشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا إلى الجزء الثاني من حصة هجوم معاكس مع ضيفنا لهذا العدد سيد مواد ماظر مواد ماظر في نهاية الجزء الأول توقفنا عند الجمعية التي كنت مأسها في مدينة ليون وكات اتهامات بمحابات الصهايين أو اليهود من خلال تواجد لاعبين يهود في منتخب مقاطعة ليون هنا في ليون كان فريق يقول له لايس فيليربان الالجريان فيليربان الاسوCIATION سPORTIVE الالجريان فيليربان ينشط البطولة الجيهوية وكان من أكبر الفيرق الجاليات الموجودة في فرنسا هو موجود في مقاطعة فيليربان لدينا پا تبعا feeling لدينا فيليربان الموجودة هذهapa فيليربان الموجودة فيليربان ها لدينا ل sessions ل commitments دوكثى أغاليا نس لس如何 وإ personne أسر آل موجود فيليربان ت forgotten الرسالة المستدر من جمع البراحة في звезд المنiansك في مقبل البنر المنظوم الدوز في ن misses هذه المنظومة التنظيم في النهايةз المنظومة publishing في الرحلة المنظومة هذا كتباً لليس الوصول إلى المنطقة لا يجب أن أذهب إلى المنطقة ليس لنذهب إلى المنطقة المنطقة أو إذن لا تأتي لك billard لذلك كانت كلاماً لماذا تستطيعين؟ لن تقرأ معنا هذا أن نكون له علاقة هي لك وهذا كتباً لأني فهمت لكن هل كتبت تحضير الاجتماعات؟ هذا فريد ليس لك أنا لست لك thugan وإذا كان مرد من المعضة تبهون كدوقه الله يعلمه يخبره الله يعلمه那个 المعضة يجب أن يكون هناك لذلك يوجد أنهم وعلاً جميعهم لأن مراد مزار يغفرونهم في العام لأنهم يجبون المعضة في الجزير سخصيات سياسية وجدوا باللي عندنا دي كمبيتنس عندنا يعني دي جن ليقدروا جيبون بلوس فوتبولة الجارية وانطلقنا في عمل تبادل هكذا وتقارب ما بين أبناء الجالية الجزائرية في الخارج وابناء الجزائر دونك ناس هدوكي ولا وخرجوا دعايات باللي ما زار راوي يجتمع وما نعرف واش مع فريق اليهود هذي يعني أنا بالنسبة لي سلطة الجزائرية كما يقولوها قامت بالواجب تحا وكتشفت الحقيقة وكتشفت الناس اللي وراها الدعايات وكلش وكل واحد في بلسه موارد ماظر انت صحيح كنت تزعج في السنوات السابقة لأنه كما قولوا بالعالمية كذلك شمعك انت شعلتك كلنا نذكره أنه كنت وراء جلب نجم الكاميروني آنه دك في نادي برشالونة في عز نجومية ساموال إيطو إلى الجزائر وكذا الألعاب النارية اللي بوات ساماء القاعة البيضاوية إلا بخدنش يعني أكثر وأكثر الضن كل مدينة الجزائر موضوع نشوفو أنه كما قلنا في السؤال أنه الشمعك تشعلت لك ثم نشوفو أنك طفيت طفاوك طفيت روحك طفيت روحي طفيت روحي ماذا نقول لك أنا؟ طنزنطن العبد لازم يعني كفائي جد بها يساطي ولا طفاوك لا 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 يقدر حتى واحد يطفيني كين غير ربي سبحانه وزين نعطيك حاجة ونشكرك على السؤال ونشكرك لك كل مرة تستعضفني أخي أخي نقول لك بفرح و سرور تعرف علاش لك فقط ساعدني بزاف تدعون الأوكازين باش نوضح أمور للشعب الجزائري لأن نحن في الجزائر الشيء اللي هلك الجزائر في كل مساوايات ما شيف الرياضة أبرك القيل والقال الحسد والبخل والكدب وتنفيق أنا ونحن طفاني أنا لما خلص المهمة مع نادي الرياضي القسنطيني في نهاية 2009-2010 لا نحن نتكلم عن شاب القسنطين اللي نحن نتحدثوا عليها تكلم عنها على نقابة تلك ولي كنت عندها قوة دعنا نكمل السؤال كان عندها قوة تكلمنا على مثال فقط جلب النجم الكاميروني لنادي برشلونة في عز النجومية تعساموال نذكر أنك كنت تستقبل من قبل فخامة الرئيس عبدالعزيز بودفريقة وأعلى الشخصيات في الدولة الجزائرية ثم موضى ما ظهر كأنه اختفى تماماً لا ماشي اختفى ولا خباوة خباوة قالوا لي ريح ترونكي نسحقوكم بعد خير وخير شوف هي بكل بسطة هذه الفترة اللي رك تتكلم فيها مقر الاتحاد الافريقي كان في القبا على معدنة في القبا صحيح لازم تعرف حاجة باللي هاد الشخص اللي قدامك وبكل تواضع المقرة الاتحاد الافريقي كان في مصر يا أخي ولما كنا في مصر لما انتخب عليك رئيط الاتحاد الافريقي تصلت بوزير شباب الرياضة أنا داك وطرحت عليه اتحاد الافريقي بشو الوضحة راني راني الاتحاد الافريقي للاعبين محترفين صحيح تصلت بوزير شباب الرياضة كتابين قلت له فلا لقد تم انتخابي رئيسا لاتحاد الافريقي للاعبين محترفين الأمني يتاعي بش المقر هذا أول مرة بس كلا باك نسكتار بالمقرات الاتحاد الافريقي كل رياضات كل تقافية كلها في مصر اقترحت عليه وقلت له أنا داك جاءت فرصة باش يكون مقر الاتحاد الافريقي مهما هو كما يقولها حديث الانشاء باش يكون في الجزيرة الرد انتاعوا كتابين عن طريق الكاتب العام قال لي لو نجيبوا المقرة الاتحاد الافريقي هذا للجزيرة واش رح يجيب واش من فايدة اللي رح يجيبها للجزيرة ما ملقيت ما الرد أنت وزير يا أخي أنت اللي عندك المسئولية وانت اللي لازم عبد الحميد برشيش على الابوك يعني مع كل احتراماته إنسان يعني إنسان عاقل إنسان طيب وكان صديق يعني بكل يعني وإنسان ما شاء الله قلت له أنا أنت اللي رأك وزير شوف البروبلم على الابوك في هذاك الوقت أحب يعاون ولكن ملقوش مقر ولا كان مشكلة مقر ما كانش يعني يبقى دلوكو ديسبونيبل أنا معي مكتب تنفيذي تمن أشخاص وانا تسعى الناس حابة تزرب حابة تخدم مصر وإفريقيا الجنوبية اقترحوا علينا دارونا اقتراحات في الأخر هنا أوبتيبو اللي يجيب ترحنا لمصر كان عندنا كل شيء مصري يا أخي كنا في شارع المهندسين أشهر شارع في القاهرة وكل الإمكانيات المادية والمالية ونشكر الإخوة المصريين يعني تاها ذاك الوقت اللي يستقبلونا وعاونونا وكل شيء في وقت قياسي أصبح الاتحاد الإفريقي قوة يحسب لها ألف حساب من طرف الكاف وعدة اجتماعات وعدة لقاءات انتهت بالاعتراف الرسمي من طرف المكتب التنفيذي للكاف في نوفمبر 2003 بالقاهرة والإعلان عليها رسميا في الجمعية العامة للكاف في تونس لكن أين هو هذا الاتحاد الإفريقي خليني ياسين خليني نكمل لا عندنا وقت لازم نحترمه نحترمه أنا نعطيك توضيحات أين هو هذا الاتحاد الإفريقي هذا الاتحاد الإنتهازيين اللي هنا في الجزائر هم اللي هربوه الناس كل تعلم بل لما جينا في الالفين وخمسة ما شكول هذا الاتحاد الإنتهازيين ياسين الفين وخمسة قنعت الإخوة الأفريقي باش ينتقل مقر لتحاد الإفريقي من مصر للجزائر وهذا كالسنة كانت خلافات سياسية الكل يعرفها في الجامعة العربية وكل شيء لما أنا قنعت الأفريقي وقررنا باش يتنقل المقر إلى الجزائر الصحف المصرية كتبت ما كتبت كتبت ما كتبت ولكن أنا قنعت الأفريقي وقلنا كي جينا هنا الجزائر يا سياسين القينا روحنا تحت النجوم لتحاول الانير اللي ماجد من بي رحنا كرينا فيلا في القبة بالدراهمي مع مونرجون ودرنا دي ترابو ودرنا مقر ما شاء الله وجاء عيسى حياته وجاء الأمين اللي عمتع الفيفا وجاء صفراء وجاء الناس كل تعرف وكل استقبل من طرف خمت رئيس الجمهورية ولكن بعد سنين من العمل الاتحاد الأفريقي وهذه الشمعة اللي كما كنت تقول ضوات وضوات قلقت الناس بزاف حتى على مستوى السياسي يا أخي إذن طفاوك ما تطفونيش ما تطفونيش أنا 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 الاتحاد الأفريقي ما شي ملكية موراد مازار ما شي شركة تجارية بها موراد مازار يبقى يمول في الاتحاد الأفريقي وعنش دولة مدعمات أسمح لي تقدم إضافة للرياضة الجزائرية فخمت رئيس الجمهورية أقتنم هذه الفرصة باش نحييه ونشكره ونعلنها رسميا ونقولها وابلازم يعرفها الشعب راجلون في المستوى في اللقاء الأول معاه لما هضرت له على المشكلة الاتحاد الأفريقي وسمع باللي أنا لمولت المقر عطا تعليمات صارمة لوزير شباب الرياضة أنا دك بيشريننا الفيلا ما شي يكره ولكن وزير شباب الرياضة أنا دك سيد يحيي قدوم سلام عليكم هو من الناس اللي هربوا الاتحاد الأفريقي بعد سنتين ونص من العمل قررنا باش المقر ما يبقاش الجزائر كيف شباب الرياضة يقرر الوزير جيدو يا أخي ليس مسؤوليتي هذه أنا أعطيتها نحضرها هذه شهادة لله فخامت رئيس الجمهورية لما سمع باللي مواطن جزائري يتكفل بمصاريف مقر هيئة إفريقية جات للجزائر اللي رايحة تكون بالمنفع للجزائر عطا تعليمات صارمة وأمام عيسى حياته بانقول هلك وأمام ميشيلي ذا القوالي بوك ونشكره وكل أفريقات الاتحاد إفريقي يعني كما يقولون بالعامية عنا ماتوا بالفرحة وبعد قيدوا ما طبقش ما طبقش احنا قعدنا عامين ونص ومبعد فلقررنا خلاص الانتقال هذه الشمعة هذه ما تطفاتش الشمعة هذه راي قادية درك دكناقها لك راي في البنين وراي في إفريقية الجنوبية وراي في الكاميرون عندنا تلت مكاتب دكور فوالا درك مازار عاد ما يجيش بزاف للجزائر باسك المقرة الاتحاد إفريقي ما بقاش الجزائر خلينا روح الآن الى فريق القلب فريق شباب قسنطينا اللي ترأست هذا الفريق فريق القلب ولا موش فريق القلب تم رأو خضر كما يقول بوارد مازار في البداية وش رايك في الانطلاق الجيدة فريق شباب قسنطينا نفس سيناريو تكرر مقارنتا بالموسم المصارم الفريق ينطرق جيدا لكن الموسم المصارم يشوفوا تراجع راهيب مع توالي الجوالات هل توقع نفس سيناريو هذا الموسم ولا ممكن أن الأمور تختلف تماما لا يعني حسب المعطيات اللي عندي أنا أولا فيما يخص الانطلاقة نادي ريادي القسنطينا أنا من حبش نقول شباب قسنطينا لأنه النادي ريادي القسنطينا الاسمية الحقيقية الاسمية الحقيقية الانطلاقة أو هذه الجيدة أو الحسنة يعني تفرح كل واحد يعني يحب هذا الفريق أنا واحد من الناس صارني فرحان كثير بينصير سيمون كلاب فريق تاعي ولكن نتمنى له نتمنى له الخير ونتمنى له يعني باش يزيد يحقق نتائج ولكن حسب المعطيات اللي عندي نغتنم هذه الفرصة ونشكرك على التطرق لمشاكل هذا الفريق باش نطلب من كل أبناء النادي سواء مشجعين أو مسيرين أو محبين أو أي واحد باش يلتفوا حول الفريق هذه السنة يعني كراجل واحد ويخليوا أهل الاختصاص فيما يخص المشاكل اللي رأوا يتخبط فيها الفريق مشاكل إدارية في المقام الأول ويخليوا هل أهل الاقتصاص المالك نادي شركة التصيلي بالانسحاب من سيار الفريق انطلاقا من ديون لطالبها النادي الهاوي خلى إدارة شركة التصيلي تهدد بالانسحاب كان هناك مشكل إدارية كبيرة في الفريق شوف سياسين بكل صراحة المالك هذا المالك التصيلي فريق النادي قسنطيني هو من حقه ينسحب هذي شركة تجارية يشوف باللي هذي الفريق لأن النادي قسنطيني اليوم فريق الأول هو شركة رياضية تجارية لما المجمع مجمع تاسيري يشوف باللي هذي الشركة تسبب له في مشاكل وفي خصائر مالية من حقه يقدر حتى ينحي ولكن لكن النادي الهاوي عنده حق كذلك لا لا المشكل 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 هو أنه لما تروح تشوف درك فيما يخص الحقوق والواجبات دوشاك بارتي تلقى باللي النادي الهاوي ما قاتله حتى حقوق لأن اليوم حسب المعطايات والمعلومات التي عندي التاسيري عنده 95% في هذا الشركة في هذا النادي إدارة شركة التاسيري بالإنسحاب موارد مازار أكيد أنه له علاقة بأنها اقتنعت أنه صحن الهاوي روي 18 مليار لهذا هدت بالإنسحاب لأنها لا 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 لازم نحبسه منك دب ولازم نحبسه من يعني إعطاء سطحياتك للشعب المناصر المسكين هو اللي دي ما يخلص والدولة الجزائية هي الخاصر الأكبر لأن شيء صار في نادي الرياضي القاسنطيني صار في كل فرق أموال طائلة تصرف فيها الدولة ولكن النتائج سننشوف فيها اليوم فيما يخص نبقى في مشكلة النادي الرياضي القاسنطيني والتاسيري أنا نقول اليوم مع كل احترامتي المسؤولي التاسيري واللي ما عندي احترامة معهم ما نعرف ما تلاقيت الممثل تحمل رسمي لما انطلقت شركة وجهة الطاسيلي لعينه مدير عام ومبعد انسحب تلاقيت معه بحضور المرحوم بوحوش شعبان اللي كان أفوكات عن نادي وبحضور لدوانيا بتاعنا سي محمد بوجري اللي كان رئيس بلدي قاسنطيني لاعفي شباب قاسنطين رئيس بلدي قاسنطين تلاقينا معه وتكلمنا معه في بداية يعني دخول الطاسيلي في النادي رئيس قاسنطين عرضت نفسك لإدارة الطاسيلي لا كل صراحة جمي جمي كين عدة أطراف مسؤولين في الدولة مشجعين محبين بالزاف تسلوبية ذلك أكتر من سنة ولكن أنا ما ندخلش في يعني ما ندخلش في في مؤسسة اللي فيها مشاكل وفي أنا نعرف كين مشاكل كبار الانطلاقة كانت خاطئة أنا واثق أنه إدارة الطاسيلي كانت تعيط لك غدوة ترح تجري رئيس الفارغ نتخاطر وانا وياك معنش نقمر هنا أنا نقمر ياسين ما نقمر نتخاطر والله تعيط للطاسيلي وترح تعرض علي مئة ولا مئتي مليون شهرين في الوقت الراهن والمشاكل اللي كان كيم يقولوا عندنا في قسنطينة بالعامية الخلوط اللي رأي صايرة ما نروح أنا لذكر عندي سنتين درت ندوة صحفية في قسنطينة بحضور أبناء النادي صحفيين وقلت باللي طريقة اللي رأيت تسير بها هاد الفرقة طريقة خاطئة ورأنا رايحين للحيط كينا فيديو ونشرتها في الفيسبوك في اليوتيوب وقلت النادي الرياضي القسنطين يروا عايش مشاكل كبيرة وطريقة تسير هاد وحسب ما رأي نشوف النادي رأي الأملاك والتاريخ وكل راح يروح اليوم ها منصلنا لها دونك سي بورسا اليوم أنا التاسيلي ما اللوم حتى الواحد أنا اللوم التاسيلي علاش لأنني كنت من الأوائل وكنت اللول بالك الواحد اللي عن طريق الممثل تحم الشرعي والرسمي اللي كان مدير عام للفريق ومن بعد انسحب بحضور شهود طرحت عليه دوك نحنطيك واحد الحاجة نحنطيك ستسرك تكلم على سيد بن طوبال لا بن طوبال هنا نحضر على المدير اللول اللي عينته التاسيلي سيد مكرود مكرود اللي أحييه بالمناسبة هنا إنسان طيب وعاقل وخطي أنا قلت له وجبك المشاكل يا ولدي هو كان إنسان خطوط جوية وجبك الفوتبول رو فيه المشاكل طرحت عليه سؤال قلت له سيد مكرود كل صرحنا صرحني ثم كي جيت تدي تليزاكسيون تعال الكلاب وهادك ومن يعني الأمور تندرت يعني بطريقة يعني قانونية رسمية وشي قل لي نقول هاو مسؤول الاختصار قال لي يعطوني أمر نشري شريت مهما أنه لأنها شركة وطنية موارد مازال وشراك في الاستقدامات اللي عرف الفريق خاصة استقدام اللاعب سابق للمنتخب الوطني موارد مقني اللي نعرف أنه كان مصاب وبتعد عن الميادين لمدة جد معتبرة إلى جنب أنه الموسم المنصرم كان يلعب في داخل كرة القادمة داخل القاعات هل ترى أنه انتداب سيفيد الفريق بكل صراحة الكرة الجزائرية عموا نادي رياضي قسنطيني بحاجة لإعطاء فرصة للشبان والمواهب اللي عنا في الجزائر أنا وحد من الناس كنت جيت رئيس الفريق ضد قدوم لعبين يعني في المستوى هذا لعب اللي ما لعبش عامين وما لعبش تلت سنين وما لعبش ربع سنين واللي تعدى يعني يا ناش البعض يرى أنه للإدارة جابتوا بريستيج أكثر من شيء آخر أكثر من الإضافة على أرضية الميدان شو بعمل افتراماتي للإدارة والأخ حداد اللي رأوا زميل وصديق وولد بلادي هما لابوليتيك تحم سياسة تحم جابوه كما قلت بريستيج ولكن نحن في الجزائر ما زال ما وصلناش لهذاك المستوى نعطيك مثلا البياجيل ما جابوه بيكان بورطروامو ولا بورسيمو جابوه بريستيج كما تقول ولكن الدرهم اللي دفعوهم من البيكان في سمانة رجعوهم في ما ينتعوا اللي يتبعوه حنا روح القسنطينة قدهن ما يتعم غني يتبع ولهذا أنا ضد هد السياسة وضد هد القدوم بزلتنا دقيقة نتركوك في الأخير كلمة آخيرة السياسة ما زال للأسف لو قدهمنا واش تقول في الأخير ممكن حوصها ممكن كلمة حبيت توجيها لأنصر شباب قسنطينة الجمهور الجزائري لأي شخص يعني فاعل في محيط الكورا الجزائري فيما يخص النادي رياضي القسنطيني نطلب من كل أبناء النادي باش يحطوا هاد السراعات هادي والكولاسة هادي يعني أكوتي جات فرصة كاين فارق كاين مدرب كاين مسيرين رمي يديروا يعني الفارق السنة يقدر يدي الحاجة ولهذا أنا شخصيا رايح نكون يعني من يعني المناصرين تعه الحقيقيين وراح نسندوا بأقوى ما يمكن فيما يخص الجمهور الجزائري نتمنى باش الجمهور تعنا يتراجع ويعود الحسابة تعه فيما يخص هاد المشاكل تعال العنف هادي وتاع الكورا الجزائرية ولا تسير الشارع ولا يسير في الكورا الجزائرية ولهذا مدام الرؤسة ومسير الكورا ما قدروش يعني على هاد الشارع هذا أنا نطلب من الشارع هذا باش يحن شوي على الكورا الجزائرية ويراجع حساباته وزيد أنا الحاجة يمدوختني تحكم أي واحد في الشارعك في الجزائر العاصمة في قسنطينة في وهران في تلمسان في أدرار في غردايا في في أي مكان يهضر لك على الكورا الأوروبية يسمي لك من العالمين كل يعني تطبيق في الجزائر ودراجة معك واللي هادن كلهم عاونوا الكورا الجزائرية شوية والكلمة الأخيرة نتمنى باش يعني باختصار مازال على رحابة الصدر وعلى الإجابات تاعك يعني ونتأسف إلا طرحنا عليك ممكن أسئلة محرجة لكن بغاية يعني تنوير رأيي للعام شكرا للموصول الجمهور الرياضي الجزائر الكريم على حسن المتابعة قبلوا تحياتي وتحيات كل الطاقة بالعامل معي وعلى الأصي من مخرج طارق فرحات إلى المتاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته